السرطان وهو عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالتوغل والانتشار وهو النمو والانقسام الخلوي الغير محدود هذه الخلايا المنقسمة لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة يرتبط النظام الغذائي والخمول البدني والسمنة بما يصل إلى 30% من وفيات السرطان وبالإمكان تفادي السرطان أو التقليل بشكل ملحوظ من فرص الإصابة به إذا ما أدركنا ما هي الأسباب عوامل الخطر وتجنبناها لمرض السرطان أشكال وأنواع مختلفة فهناك أكثر من 100 نوع من السرطان بما في ذلك سرطان التدي وسرطان الجلد وسرطان الرئى وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وغيرها من أنواع السرطان وتختلف أعراض مرض السرطان من حالة إلى أخرى تبعا للعضو المصاب بمرض السرطان وهنا نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان الليكوبين وهو عنصر غدائي نباتي له خصائص مضادة للأكسادة إنه الصباغ الذي يعطي الفاكهة الحمراء والوردية مثل الطماطم والبطيخ والغريب فروت الوردي لونها المميز والليكوبين هو أحد مضادات الأكسادة القوية مع العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك الحماية من الشمس وتحسين صحة القلب وانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وتحتوي الطماطم على الليكوبين الذي يساعد على الوقاية من السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرحم وسرطان البنكرياس وسرطان المستقيم وسرطان القولون وسرطان التدي والرئة البروكلي والذي يسمى أيضا بالقرنبيط الأخضر غني بالمواد المضادة للأكسادة ويحتوي على كميات وافرة من المعادن والفيتامينات الأساسية كفيتامين جي وفيتامين اي وحمد الفوليك والكالسيوم والحديد والبروتين وغيرها يساعد البروكلي أو القرنبيط الأخضر على الوقاية من السرطان لأنه غني جدا بمادة البايوفلافونيدات المهمة أي مضادات الأكسادة في الوقاية من السرطان خاصة سرطان القولون وسرطان التدي وسرطان عرق الرحم والرئة والبروستاتا وسرطان المرئ والحنجرة والمتانة حيث أظهرت دراسات متعددة أن الخضروات الصليبية مثل البروكلي قد يكون لها تأثير وقائي ضد مرض السرطان العنب يعد العنب من الفواكه ذات القيمة الغدائية العالية وقيمة العلاجية حيث يحتوي العنب على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلات الهضم وعلى الفيتامينات ونسبة جيدة من العناصر المعدنية وأملاح معادل البوتاسيوم والكالسيوم والسوديوم يوجد في العنب بعض الأحماض التي لها دور في الوقاية من تراكم الجذور الحرة وبالتالي يعد العنب فاكهة جيدة للوقاية من الإصابة بمرض السرطان حيث يحتوي العنب على العديد من المركبات النباتية المفيدة التي قد تحمي ضد أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان القولون وسرطان التدي الفراولة الفراولة هي فاكهة غنية بالأحماض المعدنية حيث تحتوي على الاملاح المعدنية كالكالسيوم والحديد والفوسفور كما تحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح وعلى سكر الفواكه كما تحتوي على كميات عالية من فيتامينات كالفيتامين E وB وC غالبا ما يرتبط تكوين السرطان وتطوره بالإجهات الأكسودي والالتهاب المزمن والفراولة قد تساعد في منع عدة أنواع من السرطان من خلال قدرتها على مكافحة الإجهات التأكسودي والالتهاب بحيث تحتوي الفراولة على كميات كبيرة من المركبات النباتية المفيدة ومضادات الأكساد التي تقلل خطر الإصابة بمرض السرطان التفاح التفاح هو فاكهة غنية بالفيتامينات كفيتامين E وفيتامين B وفيتامين G ويحتوي على مواد سكرية وعلى البروتين والمواد الدهنية والأحماض العضوية والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والسوديوم مما يجعل التفاح فاكهة دقيمة غدائية عالية يساعد تناول التفاح على الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة أمراض السرطان حيث يحتوي التفاح على العديد من المركبات والتي قد تساعد في مكافحة السرطان وقد ربطتها الدراسات القائمة على الملاحظة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة بسبب السرطان البابايا وهي فاكهة غنية بالفيتامينات C وA وE وكذلك فيتامينات B1 وB6 والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والريبوفلافين مع نسب عالية من أنزيمات العضم فاكهة البابايا تعرف على أنها فعالة جدا في مكافحة الخلايا السرطانية وأكد على هذا العديد من الأبحاث والدراسات التي أجريت حيث تمنع هذه الفاكهة نمو الخلايا السرطانية ومستخلصات هذه الفاكهة مفيدة في مكافحة الأورام ومن ضمن ذلك سرطان عنق الرحم وسرطان تدي وسرطان الرئتين وسرطان البنكريات ومستخلصات في أوراق فاكهة البابايا تزيد إنتاج جزائيات أساسية اسمها TSA تساعد على تنظيم عمل جهاز المناعة وتقبيته لمكافحة السرطان وليس لها أي تأثير سم على الخلايا الطبيعية ويمكن أن تكون بديلا من علاجات السرطان الجذر يحتوي الجذر على مادة الكاروتين ونسبة عالية من الكربوهيدرات والمواد البروتينية والأحماض الأمينية يحتوي على كمية كبيرة من الأملاح القلوية التأثير كأملاح البوتاسيوم وفيه كمية قليلة من أملاح السوديوم والكالسيوم والبرون واليود وغيرها ويحتوي على فيتامينات كثيرة أهمها فيتامين A وفيتامين B وفيتامين B2 وفيتامين B6 وفيتامين G وفيتامين D ونسبة عالية من فيتامين BB تم ربط مضادات الأكساد الخاصة بالكاروتين بتقليل خطر الإصابة بالسرطان والنظام الغذائي الغني بالكاروتينات قد يساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطان وخاصة سرطان الرئى بسبب احتوائه على الكاروتينات والبيتا كاروتين الموجود في الجذر يشجع التواصل بين الخلايا مما قد يساعد في الوقاية من السرطان فالاتصالات الغير سلمة بين الخلايا قد تكون أحد أسباب فرط نمو الخلايا المؤدية للسرطان يزود التين جسم الإنسان بالفيتامينات والمعادن والألياف وهي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والأملاح المعدنية الرئيسية مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين C ولها فوائد صحية عديدة تبت أن أوراق التين واللاتكس طبيعي من نباتات تين تظهر نشاطا مضادا للأورام ضد سرطان القولون وسرطان التدي وسرطان عنق الرحيم وخلايا سرطان الكبد وبهذا فالتين يساعد في الوقاية من السرطان فهو يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكساد المهمة في محاربة الالتهابات والعديد من الأمراض ومن ضمنها السرطانات كانت هذه اللائحة بأفضل وأهم الأطعمة التي تساعد في الوقاية أو على الوقاية من مرض السرطان لا تنسوا زيارتنا على مدونات ريتاج لمزيد من المعلومات والمواضيع حول كل ما يتعلق بالصحة التغذية الجيدة والصحية الأعشاب والزيوت الطبيعية الجمال المرأة وغيرها من المواضيع كما لا تنسوا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب قناة ريتاج والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات وزيارتنا على الفيسبوك والانضمام لمجموعة ريتاج على الفيسبوك جميع الروابط تجدونها أسفل في صندوق الواس